مصاب منذ أمس بأعراض زكام حاد مصحوب بحمى بلغت 39.5 درجة مضاعف بالتهاب في الشعب الهوائية كما أن الاستقبال الملكي للوزير الأول لجمهورية كوريا معالي السيد شانغ هونغ وون الذي كان مقررا يومه الثلاثاء 25 نوفمبر بالقصر الملكي بفاس وكذا مراسم أعطاء انطلاق أشغال سد مداز قد تم إلغاؤهما لنفس الأسباب حافظ الله مولانا الإمام ومن عليه بالشفاء العاجل وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية